بالنسبة لأمجد الحارثي و تميم البلوشي لا زالوا بعدهم محتاجين وقت حتى يعودوا صحيح أن القهز الفني كان طلبهم لكنهم لا زالوا بعدهم بعدها محتاج وقت لا أقصد أمجد 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 بعدها بعدها شوية ومحمد رمضان شوي وأيضا الرواحي شوي وذا رقعنا للإصابات ترى عندنا صراحة يحياي أنا ما أعرف كايش ما استدعنه لماذا؟ مصاب صلاح في كلام عنه صلاح أنه مصاب 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 صلاح مصاب كيف تم استدعابه؟ ممكن ما يصابه طويلة بفهد صلاح مصاب لا يمكن أنك تعمله مثل المباراة في الماضية بتخدير موضع يتلعبه لا لا بس أنا سؤال أنت تقول مصاب ممكن يصاب تمام المحددة من الجهاز الطبي إنها مثلا خمس أيام ست أيام هو عنده فرصة يكون موجود يعني بالله عليك الجهاز الطبي يراح ناديه الخالدية عندك معذوب أنه لا يلعب لين صلاح عنده قسر في صبعه أنا بقول لك إيها من الآخر صبع الرجل يعني صبع الرجل عنده قسر في القبس يعني ولن يلعب المباراة إلا إذا كان بتخدير موضعي مثل ما حصل مباراة الأردن يعني مباراة الأردن لهذا الجهاز الطبي للمنتخب المفترض النشوية يعني صاح لعب تخدير مباراة الأردن إذن أي شيء تسميه يعني اليوم أصيب ورجع مرة ثانية لأتلفوا الدور إيه بتخدير موضعي صلاح لعب مباراة بتخدير موضعي لأي أصابة أصابة الأصبع الأصبع أه الأصبع من زمان إيه آه أوكي تقصتك من يوم للمباراة الأصبع أصلاح أصيب سابقا وقال بخير وراح النادي هناك وتعالج رجع مرة ثانية وصيف في المنتخب وقالوا له بخير ولعبوه ورجع مرة ثانية وعمل جيد أنا أقول لك يعني ما أريد أدخل في تفاصيل لأن هذا ما من اختصار لكن أنا أقول لك أأكد لك أنت معترض على استدعاء صالح لأصابة لأصابة نحن تأكد على أن المباراتين ما بيكون موجود إذا كلامك فرضا على أنه أنت معلوم عندك أكيد مستقن هم مكان وانت رجل إعلامي لكن إذا كان هو المدرب ما أخذنا ويعلم تماما أنه ما رح يلعب 14 و19 فهذا خطأ هذا خطأ التفقين عليه إلا إذا كان المعلومة منقوصة وهو اللاعب ممكن يكون جاهز لا ما جاهز لو جاهز ناديه يلعب مع ناديه ممكن عشر أيام ممكن تجهز لا بس أنت متوقف لغاية ما تجهز مرة ثانية لا بس إذا ممكن يتدرب إذا في الأصبع ممكن تسمح لإصابته أنه يعمل القري الخفيف يعني على أساس أنه يحافظ على المخزون الليابي التفاق بين ناديين بين نادي والمنتخب أنه يكون يكمل علاجه مع المنتخب في حالة الفترة الذي نذكر ما ذكر أبو حمد الفترة الموجودة في المنتخب يمكن يتشافئ ويبدأ المباراة أو يلعب مباراة ثانية فهذا احتمال ممكن يصابه غوي لتخليني يستبعد من المنتخب ويجلس مع ناديه في البحرين فممكن يصابه فترة غصيرة ويكمل مع المنتخب هذا يمكن جال ما تلعبين آخر مباراة نحن مع الأردن شهر الماضي إذا افترضنا هذه الإصابة في الأصبع من شهر الماضي معناه وما لعب لا في ناديه ما لعب ما بيكون جاهز ما أقول لو تكون الإصابة مثل هذه بتأخذ هذا الوقت طويل ما جاهز خلونا أتمنى أن يكون كلام لا لا نحن بالعكس نحن نتمنى معلومة أنت تقول معلومة معلومة مثل ما أكد لك معلومة يعني أن القهاز الطبي لنادي السيف أيضا اللاعبين الاثنين هذولا ما جاهزين أمجد وتمي منهم يدخلوا المنتخب ليش أخاسر بهم ما أخذ ترى خلاص بلغوهما قالوا لهم ما هو ممكن لكن كان فيني أنهم يتم لو جاهزين كم ممكن يأخذهم المدرب لا لو كان أمجد فرضا بيجهز على المباراة المدرب أكيد بيأخذه لا معلش اليوم هذه مشكلة نحن معنا الجهاز الطبية في الأندية والمنتخب إذا كان ما في تعاون ما بينهم وما في آلية معينة في العمل مع بعض هذه مشكلة أنا ما تكلم عن السيبة الحين أو تكلم عن أمجد تكلم عن كل مكان لازم فيه ربط في الأمر ما بين الجهاز الطبي في المنتخب الأول وما بين الجهزة الطبية في هذا الأندية بحيث أنه فعلا يكون عن الفحص أنا ما تكلم عن مرتبة قد يكون في نادي طبيب أفضل من المنتخب هذا وارد قد يكون بس هذا الأمر هل يكون تم الاتفاق عليه يعني هل فند الحالة مثلا السيب مثلا أن هذا اللاعب ما بيكون جاهز كمثال وأكد عليه جهاز الطبي في المنتخب الوطني هذا مفهول من بيعالج اللاعبين بعد إصابتهم في المنتخب نادي للأسف ما قضية جديدة مفهد كل مكان ترى قضية عامة كل الأندية ترى هذا الموضوع معروف يعني أنا كمدارب مثلا أتواصل مع نادي السيب مثلا هل أم جد جاهز ممكن أن أستدعي يقول لك لا خلاص قصد هو كذا يعني قصد أيو التواصل اللي صار بس لا بس هذا الكلام لازم يكون مبني على تقارير على فحص شامع هذا اللي أقول لك يا أنا ما أقلل من أي نادي ولا من أي حتى منتخب أنا ما أقدر أعمل هذه الرتبة أعلى ولا هذه الرتبة أقل العملية عملية التفاهم لازم فعلا يكون فيه فقوصات وشعة لازمة محمد رمضان أم جد الرواحي تمين كلهم أصيبوا في المنتخب صح اللي قهازهم يعني أم جد سيكون جاهز تمين بدأ محمد رمضان سيلعب في الدوري أحمد الرواحي إن شاء الله قريبا سيكون كل هذا بعمل الجهاز الطبي للنادي هذا قضية قديمة يعني أتفق معك في شيء مهم جدا أنه أذكر قبل فترة حتى يوم السيخ ما كان يلعب كان عندهم مشكلة مع الحارب ولا من إنصاب فترة طويلة وطلبوا أيضا العقد من الاتحاد أن الفترة مع المنتخب فترة طويلة جلسة توقع كان حارب ذنم وغلطان فهذه قضية جبءا تحسن في الجمعية العمومية في قضية استعال لعبين اليوم ما ممكن لاعب يطلع من النادي ويدفع عقد النادي ويروح للمنتخب وفي نهاية الأمر يتضرر النادي هذا أيضا حقيقة يعني قضية ممكن حساسة جدا وصارت معانا في أكثر مرة أعتقد هذا الأمر يتبع أنه لازم فعلا تكون فيه وقفة جادة من قبل أندي والجمعية العمومية لأنه أنا اتفق معاك على أنه بعض اللاعبين لا يمكن ينصابوا في المنتخب وعقودهم تسدد كاملة من قبل النادي وبالنادي ما يستفيد منهم في النهاية متضرر النادي لا وتقول لي يعني النادي هو اللي أنت علاجه هذا اللي حاصل هذا اللي حاصل هذا واقعنا أبو فهد اللي يقول كلام من زمان صاير عام اليوم وأمس شوف متى أصيب تميم كاس آسيا كاس آسيا كاس آسيا والمبارات أمريكا كاس آسيا كاس آسيا دخل 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 10 دقائق من 10 يوربع ساعة ونصاب فيها على الخط كان لفة الرجل كاس آسيا وكان آسيا 10 أشهر وقبلها كان عندها مشكلة وهذه اللفة سويت لعاد مشكلة أكثر صحيح فترة طويلة